اسم الدرس التقييم الزمن أتذكر ألاحظ في الساعة الميكانيكية ثلاثة عقارب عقرب قصير يدل على قراءة الساعات عقرب طويل يدل على قراءة الدقائق عقرب آخر يدور في حركة سريعة هو عقرب الثواني ألاحظ في الساعة الإلكترونية ثلاثة خانات خانة أقصى اليسار تدل على قراءة الساعات خانة وسطة تدل على قراءة الدقائق خانة إلى اليمين تتغير أرقامها بسرعة هي الثواني العلاقة بين الساعة والدقيقة والثانية واحد ساعة تساوي ستين دقيقة واحد ساعة تساوي سلاسة آلاف وستمائة ثانية واحد دقيقة تساوي ستين ثانية نصف ساعة تساوي سلاسين دقيقة ربع ساعة تساوي خمسة عشرة دقيقة ثلث ساعة تساوي عشرين دقيقة لأبحث عن الزمن المستغرق أقوم بعملية طرح زمن النهاية ناقص زمن البداية يساوي الزمن المستغرق الزمن المستغرق زائد زمن البداية يساوي زمن النهاية زمن النهاية ناقص الزمن المستغرق يساوي زمن البداية التقييم السند عدد واحد غادر محمود منزله يوم الاثنين على الساعة السادسة صباحا متوجها عبر القطار إلى مدينة سوسا وقد كان وصوله على الساعة الثامنة وخمس دقائق من صباح نفس اليوم أولاً أحسب المدة الزمنية التي استغرقها محمود في القطار الإجابة المدة الزمنية التي استغرقها محمود في القطار تساوي توقيت الوصول ناقص ساعة الانطلاق ثماني ساعات وخمس دقائق إلا ست ساعات يساوي إثنتين ساعة وخمس دقائق ثانياً أرسم على ساعة إلكترونية ساعة ذهابه وساعة وصوله الإجابة ساعة ذهابه ساعة وصوله السند عدد إثنان أما زميلته مريم فقد انطلقت في سيارة أجرى في نفس التوقيت إلى مدينة سوسا فكان وصولها على الساعة السابعة وخمسة وأربعون دقيقة وخمسون ثانية من صباح نفس اليوم ثالثاً قارن بين الوقت الذي استغرقه القطار للوصول إلى مدينة سوسا والوقت الذي استغرقته سيارة الأجرى أيهما أسرع؟ هل للإجابتك؟ الإجابة الوقت الذي استغرقته سيارة الأجرى يساوي توقيت وصول مريم ناقص ساعة الانطلاق سبع ساعات وخمسة وأربعون دقيقة وخمسون ثانية إلا ست ساعات يساوي واحد ساعة وخمسة وأربعين دقيقة وخمسين ثانية بعد أن تمكننا من معرفة الوقت الذي استغرقته سيارة الأجرى للوصول إلى مدينة سوسا نلاحظ أنها استغرقت وقت أقل بقليل من القطار لذلك يمكننا الجزم بأن سيارة الأجرى هي الأسرع أنقل توقيت وصول سيارة الأجرى على ساعة ميكانيكية وأكمل برسمة عقارب الساعة مسجلا الوقت الذي استغرقته سيارة الأجرى للوصول إلى مدينة سوسا الإجابة السند أعدى الثلاثة بعد ربع ساعة وصلت مريم إلى منزلها الكائن بالمدينة العطيقة بسوسا أما محمود فقد وصل إلى منزله القريب من المحطة بعد خمس دقائق فقط التعليمة حدد على ساعة إلكترونية زمن وصول مريم إلى منزلها وعلى ساعة ميكانيكية زمن وصول محمود إلى منزله قارن بينهما الإجابة إجابة زمن وصول مريم إلى منزلها يساوي زمن وصولها إلى مدينة سوسا زائد المدة التي استغرقتها في الوصول إلى منزلها سبع ساعات وخمسة وأربعون دقيقة وخمسون ثانية مع خمسة عشرة دقيقة ربع ساعة يساوي سبع ساعات وستين دقيقة وخمسين ثانية يساوي ستين دقيقة يساوي واحد ساعة إذن نضيفها إلى عدد الساعات فيكون الوقت ثماني ساعات وخمسون ثانية زمن وصول محمود إلى منزله يساوي زمن وصوله إلى مدينة سوسا زائد المدة التي استغرقها في الوصول إلى منزله ثماني ساعات وخمس دقائق مع خمس دقائق يساوي ثماني ساعات وعشر دقائق من منهما قضى وقتاً أطول للوصول إلى منزله علل إجابتك الإجابة محمود هو من استغرق وقتاً أطول للوصول إلى منزله لأن ثماني ساعات وعشر دقائق أكبر من ثماني ساعات وخمسين ثانية السند عدد أربعة لما وصلت مريم إلى منزلها نظرت إلى ساعتها وقالت لقد انطلقت من تونس على الساعة السادسة ووصلت إلى منزلي على الساعة الثامنة التعليمة هل أصابت مريم في قراءة توقيت وصولها بكل دقة أم أخطأت؟ الإجابة لا لم توافق مريم في قراءة توقيت وصولها بكل دقة وقد أخطأت لأنها لم تعري أي اهتمام إلى الثواني التي استغرقتها بعد الساعة الثامنة أصلح الخطأ هل يوافق الرسم توقيت وصول محمود إلى منزله؟ نعم لا أشتب الخطأ الإجابة لا الوقت المبين على الساعة يشير إلى ثماني ساعات وخمس دقائق أرسم الوقت الصحيح على ساعة إلكترونية الإجابة الوقت الصحيح هو السند عدد خمسة أما عادل فقد انطلق في سيارته في نفس التوقيت أي على الساعة السادسة إلى نفس المدينة فكان وصوله على الساعة السابعة وأربعة وأربعين دقيقة وثلاثين ثانية صباح نفس اليوم قارن بين المدة التي استغرقها عادل للوصول إلى مدينة سوسة والمدة التي استغرقتها مريم للوصول إلى نفس المدينة الإجابة المدة التي استغرقها عادل للوصول إلى مدينة سوسة تساوي توقيت الوصول ناقص ساعة الانطلاق سبع ساعات وأربعة وأربعون دقيقة وثلاثون ثانية إلا ست ساعات يساوي واحد ساعة وأربعة وأربعين دقيقة وثلاثين ثانية بينما المدة التي استغرقتها مريم واحد ساعة وخمسة وأربعون دقيقة وخمسون ثانية لذا فإن عادل أمضى وقتاً أقل أيها أسرع القطار أم سيارة الأجرى أم السيارة؟ علل إجابتك الإجابة السيارة أسرع نظراً لأن أقل مدة مستغرقة للوصول إلى مدينة سوسة سجلت باستعمالنا السيارة كوسيلة نقل قالت مريم سيارة الأجرى أسرع وسيلة نقل هل أصابت مريم في إجابتها أم أخطأت؟ الإجابة أخطأت مريم في إجابتها أخطأت مريم في إجابتها أخطأت مريم في إجابة في إجابةaway